إن من تكلم في كتاب الله بغير علم وإن أصاب الحق فهو مخطئ آثم فكيف إن أخطأ الحق فإنه آثم على كلامه وآثم على خطأه ثم هو آثم على إضلال خلق الله بعد ذلك إن الأوائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم مسائل إذا عرضت على أبي بكر وعمر جمع لها أهل بدر وأهل البيعة وغيرهم وأما الأواخر فإن صغار القوم منهم تأتيه المسألة ويتكلم في عضائم الأمور وهو ممن ليس أهلا أن يجلس في مجالس الأكابر نهيك أن يتكلم بمحضره وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات آخر الزمان أن ينطق الروي بره وقد أصبحت وسائل الإعلام سهلة في التلقي والمشاركة فيها فأصبح الرجل الروي بضة عند أهله المغمون عندهم الذي لا يؤبه به إذا حضر ولا لكلامه إذا تكلم يتكلم في بعض هذه وسائل الإعلام فيوجد لكلامه من الرواج والشهرة ما لا يوجد لغيره وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيوحة